أهلا بحضراتكم مرة تانية لما نيجي نتكلم عن أيدي الأضحى والأضاحي الحج والتقوص المرتبطة بيه هنلاقي في مصر عادات وطقوص مختلفة عن أي مكان في العالم العربي والإسلامي وده ليه لأن مصر عرفت الأضاحي من آلاف السنين مش بس كده دي كمان عرفت رحلات الحج والنقوش على المعابد والمقابر يمكن ما بتختلفش كتير عن الرسومات اللي بنشوفها لغاية دلوقتي على حوائط المنازل الحجاج اللي راجعين من الحج عن عادات وطقوص المصريين في الحج والأضحية من آلاف السنين هنتعرف على القصة وطاريخها من دفنة دكتور الحسين عبد البصير مدير مدحف الأثار بمكتبة الإسكندرية صباح خير عليك دكتور صباح خير يا سيد محمد وكل مستمعين بخير وصحة وسعادة يا أهلا بحضرتك وحضرتك طيب نبدأ بالعادات المرتبطة بالأضاحي المتشابه في هذا الوقت الحالي عن قديم الزمان وطبعا في مصر القديمة العياد دي كانت شيء مقدس جدا وشيء مهم وعادة كانت العياد بترتبط بالزبح والأكل والحاجات اللي احنا زال المتبع عندنا حاليا الأضاحي في مصر القديمة كانت مهمة جدا لأن طبعا كانت بتقدم على قرابين بتاعة المعبودات الأليها يعني في المعابد وكذلك على القرابين بتاعة الأفراد يعني حاجة بتشوف مثلا المتوفى جالس إلى مئدة القرابين فببص يلاقي مثلا لحو موجودة طيور موجودة عيش فكهة كل الحاجات اللي هو بيتمنى أنه يكونها في العالم الآخر فاحنا عندنا مشاهد عديدة جدا للزبح بنشوفها في مصر القديمة سواء في المقابر أو في المعابد زمان حاجة تفضلت هي بتبين بقى الحيوان عفوا بيبقى نايم على ظهره وبيربطوا رجليه هما الاتنين دي طريقة الزبح اه طريقة الزبح الاتنين الورى مع الرجل الشمال قدامه بياخدوا الرجل اليمين وبدأوا يتباحوا منها الزبيحة فدي كانت طريقة وكان دايما بياخدوا الجزء من الزبيحة بسموه خبش الليل فخدة ودي كانت أهم حاجة ويقدموها دائما على مائدة القرابين سواء للإله أو بالنسبة للأفراد اللي هما الأسرياء في المجتمع للمصر القديم بس الجميع اللي احنا بيشوف الجزار بيعمل القصة دي والمساعب بتاعه بينظف بالمية اللي بيحصل من بقايا الزبح لأنه طبعا مش عايزين يعزبوا الحيوان مش عايزين يسيبوا أي أثار للدماء بعد طريقة الدبح دي لأن ده بيأكد أن قدين مصر القديم كان منظم وقديه كان نظيف وكانش بيلوس البيئة احنا بنشوف احنا الناس في مصر بتتبع حلواتي حاجة بتشوف يعني الدماء بتبقى يعني بشكل كبير جدا تملأ الشارع وده من الإسلام ولا من مصر القديمة يعني لأسف طيب احنا عرفنا الكلام ده أنا موجود في معابد عندنا مناظر عديدة جدا في المقابر المصرية الأديمة بيبان فيها اقترية الدبح وبنشوف عفوا الحيوان زي ما قلت الحاجة ببقى نايم على ظهره وبدأوا يعملوا هذه الطريقة وبيأخذوا أجزاء محددة من الحيوان وطبعا الأبقار هي كانت يعني نقدر نقول البطل في هذا الأمر عادة يعني هي في الدبح كانت الأبقار هي أشهر حاجة وطبعا الحيوان في مصر أديمة كان مقدس بشكل كبير جدا يعني لكن هو كان بيأخذ الروح الكامنة في الحوالي يعني مثلا تقديس الأبقار مش كل الأبقار مقدسة لا أنهم معين من الأبقار والثيران عادة زي العجل أبيس اللي هو كان مشهور عندنا في منفك الرمز الإله بتاعه اللي احنا لقينا بعد كده المقابر الشهيرة بتاعت السرابيوم اللي مدفون فيها العجل أبيس فالمناظر دي موجودة عندنا في مقابر الأفراد اللي هم النبلاء والأشراف فعالية القوم بتشوفها برضو على بعض التوابيد بتشوفها في مناظر عديدة جدا داخل المعابد لكن عادة عن الحالات ممكن ما تشوفش صريحة الدبح نفسها في بعض الأماكن لكن حاجة بتشوف الفخدة كبيرة دي اللي موجودة ومقتطعة وطلعة من جسم الحوال على أساس أن هيا دي بتبقى نمبر ون دي أهم حاجة بتتحط على مئدة القربين وطبعا كان بيبقى فيه بخور بيتحرق على أساس أن البخور طبعا من ضمن التقوص اللي كانت بتحصل في مصر دي ما في هذا التوقيت والبخور ده طبعا اللي طرد الأرواح الشريرة وأنهما بيعملوا نوع من أنواع التواصل مع المعبود سواء كان إله ذكر أو أنسى ربها أو رب فعديد كتير من المعابد وعندنا عن المنطقة بتاعة قدس الأقداس وكهنا كانوا بيقوموا بهذا الدور ففكرة القربين دي في حد ذاتها في مصر دي ما كانت موجودة ومهمة ومنتشر بشكل كبير جدا طيب هل كان فيه آيات تانية بتشهد زبح المواشي؟ هو طبعا الآيات كلها كانت وسيلة طبعا باستثناء شام النسيم ده كان بيبقى حاجة تانية مختصة بيطبعا السمك والملانة اللي هي الحمص والأخضر والبصل والبيض والقصص دي كلها لكن بالنسبة لعيات التانية دي كلها كان لازم بيقى فيها الزبح والزبح في حد ذاته بتبقى تقصى الهدف منها التقرب للمعبود أو أن هما اطعام الطعام بالنسبة للناس أو التجمع العائلي في المجتمع بحيث الناس تجتمع وتأكل يبقى أنهم من أنواع البانك وتسين يعني مشهد الولائم وعندنا مشهد الولائم موجودة جدا بشكل كبير جدا في المقابر بالذات في مقابر الأسر الثمانتاشر في البر الغرب الأسر فبنشوف أن إزاي الناس مجتمعين الرجالة في مكان وستات في مكان وبيحتفلوا بالأكل وبيحتفلوا بالولائم كان في أماكن زي ما حدوك قلت مخصصة للزبح آه طبعا ده شيء مهم جدا جدا آه طبعا وإزاي كانوا بينظفوا بعد الزبح بشكل كبير يعني مفوش كان بتقفل معابد ولا فين لا فيه لا فيه جزار ده لي مكان وعندنا بعض مثلا المدن اللي هي اكتشفت كان فيها مثلا تجمعات عملية زي مثلا عندنا عفوا اللي هي قرية الأمال أو مدينة عمال في الجيزة اكتشفنا هناك برضو حاجات خاصة بالمجتمع اللي كان موجود اللي هو المجتمع العمالي نفسه زي كان بيأكله وزي كانوا بيعيشه ففي بعض أباكي كتير من التجمعات السكنية داخل مصر قديمة بتدينا معلومات بشكل بير جدا من خلال الحفائر الأسئلة التي تمت وأخرجت لنا العديد من المعلومات عن هذه التجمعات والأفعال والتقص اللي كانوا بيقوم بها طيب الباقي بقى بيروح فين هل كان بيوزع على الفقراء بيتوزع بيتوزع على الفقراء وبرضو الخدمة اليومية داخل المعبد يعني المعبد أصلا فيه خدمة يومية كهنة اللي كانوا بيقوموا بهذا الدور الفقراء المعبد في مصر قديمة كان له دور اقتصادي كبير جدا فكان ده يعني بيقوم بهذا الدور وبيساهم طبعا في التكافل الاجتماعي وفي مصر قديمة فيه تكافل الاجتماع بين الفقراء والأغنياء ما كانش زي ما احنا بنعمل مثلا في العيد اللي من دور حاجة بتلت وتلت وتلت وتبدأ تأسم الزبيحة على الفقراء وعلى نفسك وعلى الأهل فده كان في مصر قديمة بيحصل بس مش برضو فكرة تلت وتلت كان الباقي كله بتوزع لكن دي كانت هي أحسن حاجة دي اللي كانت بتطلع لله نفسه الباقي كله كان بياخدوا يأما الكهنة اللي موجودين أما بتوزع على الفقراء المرتبطين بالمعبد أو في المنطقة المجاورة للمعبد المصري القديم عظيم طيب هل كان فيه أي مظاهر دينية شعائر دينية كانت بتقوم موجودة وقت الزبح لا هو الزبح في حد ذاته كان بيتم بشكل عادي جدا لكن هو مرتبط بالأعياد يعني هو حاجة مرتبطة بحاجة لا ما فيه شقوز دينية لا ما فيه شقوز وكان بيتم بشكل عادي جدا المراسم الأطحية على جدران المعابد ليه عملوا كده هو طبعا تصويرها في الفن المصري دي مهم جدا لأنهم اعتقدوا في العالم الآخر فالعالم الآخر الناس بتعمل المناظر دي فهم من خلال الإيمان بقوة السحر وقوة الصورة أنها تبعث فيها الحياة مرة أخرى فيستمتعوا بما كانوا بيقوموا به في العالم الأول إلى الحياة الأولى على الأرض اللي احنا بنحيا حاليا ده كله بيتحول عن طريق السحر إلى مناظر وحاجات حقيقية بيعملوها في العالم الآخر فهو كان بيقوم بهذا في الحياة الأولى ويتمنى أنه هو يعمل الكلام ده في الحياة الأخيرة عن طريق قوة السحر وقوة الكلمة والفن والرسم وبيجسد طبعا من خلال المقبرة طبعا بيبقى فيها جزءين جزء تحت الأرض اللي هو خاص بالمتوفق والمومية والتابوت والكلام ده وجزء اللي فوقه والمظار اللي الناس كانت بيجي تزوره في زي ما احنا عندنا الأعياد مثلا من روح الخميس والأربعين فهو كانوا أيضا بيزوره الموتى وتأملوا هذه المناظر فهو كان بيعمل يعني نقدر تقول لها برنامج يقدمه للناس الزائرين وفي نفس وقت عمده طموح أن الحاجات تتحول في العالم الآخر فيصبح قادرا على ممارسة هذه الأشياء وأنه يدبح يبقى عنده أكله وعنده عفوا يعني هي جزء من الثور والخبش دي اللي هي الفخدة دي وكتبها موجودة على مئدة القربين فهو كده بيضمن الاستمرار في العالم الآخر عنده رخاء عنده أكله طبعا الأكل والشربه ده كان شيء عظيم جدا عشان استمرارية الحياة في الحياة الأخرى زي ما كانت في الحياة الأولى طيب ايه تاني كان بيقى موجود على المئدة كان بيقى اللحمة بس؟ الله فيه لحمة طبعا وفيه فراخ وعندنا البط والوز موجودين من أقدم العصور فضلا عن طبعا الفاكهة بأنواع مختلفة زيتين فضلا عن الخضروات العيش نفسه العيش كان عندنا فيه أنواع كتيرة جدا من العيش في مصر القديمة ممكن يميت نوع ومنهم حاجات مشهورة زي عندنا البتو العاش الشمس الحاجات الموجودة في الدلتة وفصيل موجودة في مصر القديمة فميادة القربين كان بتبقى عامرة وتلاحك المتوفة قاعد وماديد إيده إلى المائدة بحيث أنه هو يعني بيبدأ الأكل وطبعا هم أمن رحلة الغذاء سواء من مأكل أو مشرب في العالم الآخر فخلاص هو كده الحياة بالنسبة له ستتمر إلى الأبد طيب اتكلمنا عن الأضافة يجب أن نتكلم عن بقى الحج الحج في مصر القديمة أه الحج في مصر القديمة هو مختلف عن الحج بتاعنا اللي من دول لكن عندنا في مصر القديمة كان معبود ورب شهير جدا أنه هو الإله الزوريس أو أزير وده كان موجود في منطقة اسمها أبيدوس أبيدوس دي موجودة في الصعيد عندنا في منطقة العرابة المدفونة في البليانة في السهاج فكان في مكان هناك بيعتقدوا أنه هو ده المدفن بتاع الإله الزوريس فبدأوا يزوروا هذا المكان ويقدموا لوحات تقربا لهذا الإله والناس مثلا لقد تموت تطفن هناك فكان حج سنة والناس تيجي من الشمال إلى الجنوب ويتبرقوا بهذا المكان ويقدموا النظور لهذا المعبود اللي هو الإله الزوريس سواء في مقبرة بتاعة ملك اسم ملك جير من بداية الأسرات فهذه المقبرة أعتقد أن هي القبر الرمزي لإله الزوريس فطبعا لقنا لوحات عليها كتير جدا مقدمة من الحجيج لهذا المعبود الشهير اللي هو الإله الزوريس اللي هو في الأسطورة الأزورية الشهيرة إزيس وأزريس وحورس وطبعا في معبد أيضا معبد الملك سيت الأول ورمزيس الثاني فأبدوس وراح أسماء الأزوريس يعد القبر الرمزي للإله الزوريس وفيه واحد اكتشف أيضا في الجيزة فيه الطريق الصعب بتاع الملك خفرع فالرب أزوريس ده كان هو المعبود الأساسي وعندنا نص من عصر الدولة الوسطى فيه موظف بيروح يزور هذا المعبد وبيقوم بقى بحاجات عديدة جدا للمعبود أزوريس أو الإله الزوريس إنه يعمل له لبس كويس حاجات من الزهب وحاجات من الفضة واللزورد وينظف جسم الإله ويدين الإله ويبدأ يحقق كل الطموحات اللي بتحصل للإله في هذا التوقيت والناس بتبدأ تزور ويحصل احتفال كبير جدا عبر النيل والمراكب والناس كلها بتيجي من الشمال إلى الجنوب وتحتفل بهذا العيد السنة وكان بيحصل مرة في العام فهو ده رب أزوريس وده الحج اللي كان بيحصل منذ بداية ظهور الإسلام طيب عايزين نتكلم مع حضرتك عن المحمل اللي كان بيخرج من مصر لكن قبل ما نتكلم عنه عايزين نتكلم عن دير المدينة في لقصر ومقابر النبلاء رحلة الحج على مركب يمكن بتشبه رحلة الحج الحالية عايزين نتكلم مع حضرتك عن هذا المشهد الفريع طبعا بالنسبة لنا لقصر دير المدينة دير المدينة ده المجتمع العمالي اللي هو كان شهير جدا في عصر الدولة الحديثة اللي هم مقاموا بناء المقابر بتاعة النبلاء والملوك والملكات زي مجبرة وتنقامون ومجبرة نفرتاري فكان فيه تجمع عمالي مقيم في هذا المكان وطبعا بالنسبة لحج المكان حالك عارف أن سهاج جاء فوق هنا في الشمال ولقصر في الجنوب فهم كانوا بيجوا من الجنوب إلى الشمال العكس أغلبية الناس كانت بيجي من الشمال إلى الجنوب فكان بيركابوا المراكب في اتجاه الريح تصل من الجنوب إلى هذا الموقع ويقوموا بتقديم القربين واللوحات بتاعتهم حتى احنا مسمينا اللوحات الأبيدية نسبة لأبيدوس وكل واحد بيمثل نفسه مع الإله أزوريس وبيديع الأدعيات بتاعته ويحطوها هناك في الجبانة المكان اللي دفن فيه الإله أزوريس ويتمنى أنه يبعث معاه وحتى بعضهم دفن نفسه هناك وفي نفس الوقت لو حد مات أثناء الحاجة كان بيدفن وهذه اللوحات النزرية مثلا تروح الحسين أو حد يروح مثلا أي دير عندنا أو كنيسة بيعمل النزور لأنها تعمل مثلا شمعة حاجات زي كده دي كلها مواروسات جاي من مصر القديمة اللي هي تقديس القدسين وأوليها اللي هي الصالحين ففي مصر دي ما كان أزوريس هو بالنسبة لنا الرب الأشر وكان في المناظر الموجودة فيه مقابر الأشرف في البر الغربي اللقصر بتصور هذه الرحلة والناس ركب المراكب وبيبتجهوا إلى أبيدوس بس نشوفها طبعا لما أحدك تعرف هل هو جاي من الشمال ولا الجنوب رسيسة كانت عامل شراع ولا لأ بتاع المركب لو أنت جاي ضد الريح يبقى أنت جاي من الشمال إلى الجنوب لو أنت ماشي مع الريح من الجنوب إلى الشمال فكان ما كانش بيعمل الشراع فده اللي بيبن في الفن المصر قديم وبيعرفنا الجغرافية بتاعت مصر قديم وازلك أنهم بتحركوا من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال. فالمقابر هناك بتاعة اللقصور دي فيها مشاهد بديع جداً بتمثل هذه الرحلة. المجتمع العمالي في دير المدينة أيضاً كان مجتمع عظيم جداً وكان بيقوم بدور كبير جداً في بناء هذه المقابر ورسم هذه المناظر بشكل مذهل. وهم نفسهم يصوروا بعض الحاجات داخل مقابرهم. لكن يلا تخصون في العالم الآخر. وإزاي يبعثوا عنه. دول فنانين. وإحنا في مصر قديمة حاجة تجي تبص على الفنان. ما كانش بيكتب اسمه. لكن هناك عندهم في بعض الحالات البسيطة جداً بعض الفنانين دول عاملهم مقابر بتاعتهم. وفي نفس الوقت مكان بيجي يرسم المنظر. أحنا ينكتب التوقيع مثلاً حاجة تقول رامبرانت ده فانجوخ ده. كل دول مايكل عنجلو. دول كانوا طبعاً بيحطوا التوقيع بتاعهم في مصر قديمة عندنا حالات بسيطة جداً وحتى ما عندناش مصطلح لكلمة فنان يعني في مصر قديمة. لكن دول كانوا في بعض الحالات تلاقي وعمل بتوقيعه داخل المقبرة فتقدر تعرف مين اللي رسم ده. عظيم طيب نختم بالحديث عن خروج الكسوة. احنا كنا متميزين جداً بالمناسبة في صناعة كسوة الكعبة. وكان ليه احتفالات خاصة كمان في مصر الحديث؟. اه طبعاً احنا عندنا منطقة اسمها الخرونفوش. دي موجودة في العزر في القهيرة المعزية وقهيرة الفاطمية. فيها دي كانت بتصنع فيها الكسوة. اللي هي كانت بتخرج ليه الكعبة المشرفة. وعندنا آخر واحدة موجودة في مدحف الحضارة في الفوسطاط يعني سنة 1961 من أهد رئيس جمال عبد الناصر. وده كانت آخر مرة تطلع من مصر. كان بيبع احتفال مهيب جداً. وكانت الكسوة بتتعامل هنا. والأمال المصريين والفنانين يشتغلوا فيها على مدار العام. وكانت بتزف يعني اقول لك المحمل وكسوة كانت تخرج. عشان طبعاً تروح السويس. وبقى تنتقل من السويس إلى الأراضي الحجازية. الأراضي المقدسة. ويتم طبعاً وضع على الكعبة. فكان حدث مصري شهير. ومصر كانت متميزة في هذا الأمر. ولو حيك روح تمتحف الحضارة في الفوسط. هتلاقي كسوة دي موجودة. ومتحف السويس موجودة. فعندنا نمازج لها. وده طبعاً بتأكد على عبقرية الفنان المصري. ودور مصر الحضاري. والتواصل بيننا وبين الحجازة أو السعودية حالياً منذ أقدم العصور إلى عاصر الرئيس أو أحد الرئيس جمال عبد الناصر عليه رحمة الله. كل الشكر لك يا فندي مشرفتنا ونورتنا. كل سنة وحضرتك طيب. والمستمعين بخير. وحضرتك طيب الدكتور عبد الحسين عبد البصير. مدير مدحف الأثار بمكتبة إسكندرية. شكراً جزيلاً لك.